هذا أنا الحوار يستمر مع النجمة السورية كاريس بشار ولكن بإيقاع أسرع هذه المرة نحن في الجزء الحاضر الجزء الخطير شكرا نعم جزء النوافذ الأربعة اللي بس تعرض على هذه الشاشة عنوينها معاك والقانون يقول أن تختارين أحد العناوين وتلغينها قلين لا أريد أن أتحدث عنه وبعد ناخذ الويندوز أو النوافذ اتباعا نشوف النوافذ والعناوين اللي اخترناها لكاريس هاتي لنشوف الحرب الباردة شفرات ورموز مدرسة المشاغبين ودراما مشوهة شو هذول العناوين كتير خطيرين مشوهقين مشوهقين جدا هنا بالنسبة للي أنا شايفتهم كلهم شفرات ورموز فرح أشيل هاي الفقرة شفرات ورموز نشيل شفرات ورموز احنا بنشيل هذه النافذة ولكن ايش الشفرات اللي الواحد لازم يستعملها مع كاريس بشار عشان يدخل حياتها؟ لا الغيناها نروح للنافذة الأولى اللي هي الحرب الباردة ومن خلال هذه النافذة أنا بطلب بمجموعة من المقالات أو تغريدات ونسأل ما خلفها تفضل نشوف الخبر الأول يتناول تغريدة في 2020 قلت فيها 24 سنة بمهنة التمثيل 24 سنة ما كنت أتحمل فكرة الانتساب لنقابة الفنانين لكثير من الأسباب بس هالمرة إذا بيكون النقيب فادي صباح أنا ما بفكر أنا أكيد بنتسب كل الحب قبل ما أخوض في تبعات هذه التغريدة ويمكن الحرب الباردة أنصحت العبارة التي تسببت بهذه التغريدة لماذا لم تكن عندك فكرة الانتساب إلى النقابة من الأساس؟ أول شيء أنا ماني معجبة بهذا الشكل تبع النقابة أنا ما بعتبر أن هذه نقابة فنانين بحسة هي ما بعرف شو ممكن نسميه شو قدمت نقابة الفنانين للفنانين يعني أنه بقي من نقابة الفنانين فقط العنوان حقيقة الحديث يطول إذا بدنا نخوض فيه يعني ما رح يلبق لهذه الفقرة بس إذا بدك بيقولك عن هذه التغريدة وأسبابها هي كانت من سنة مشان هيك 24 مهمة وعشرين تتذكر نرجعنا للحسابات نحن حلقة الأرقام أرقام وحسابات فلما صار في طرح لانتخابات بنقابة الفنانين وعلى ما أعتقد يمكن ما يكون كتير دقيقة هو كل خمس سنوات لازم يترشح حدا ليصير نقيب للفنانين وبرجع بقولك ماني دقيقة بالرقم خمس سنين أو أكتر أو أقل فالي صار أنه وقتها زميلنا فادي صبيح رشح حاله لنقابة الفنانين فأنا حبيت شارك الناس وقال لهم هاي المرة وأنا فعلا كان سنة عشرين عشرين أنا صار لي 24 سنة بمهنة التمثيل أنه لو طبعا أنا بس قبل ما أحكي قصة التويت أنا بخلال هادول السنين كلهم كتير كان في محاولات بمنتهى الود واللطف لأني أنا انتسب للنقابة وكأنه عضوية فخرية بيسموها بدون ما نعمل فحص النقابة وما بعرف شو وأنا أمتلك كامل الأهلية بس هذا الجواب رح يكون للاستاذ زهير رمضان مع أنه ما كنت حابة اضطرق لهذا الموضوع أحنا محاضرين شي لزهير رمضان أنا أمتلك كامل لما نزل هذا التويت بعشرين عشرين كان فيه انتخابات النقابة وكتعم إليك أنه بكل خمس سنين بصير فيه انتخابات وماني دقيقة بالرقم ممكن أقل ممكن أكتر فوقت زميلنا فادي صبيح كان من المرشحين مثل كتار لهذا المنصب فأنا حبيت إدعم الأستاذ فادي صبيح وقلت لو أنا رح كون موجودة بهذا المكان بين نقابة الفنانين اللي أنا بكل هاي المسيرة كان 24 سنة ما كنت منتسبة للنقابة إذا بيكون فادي صبيح هو النقيب فأنا أكيد رح أنتسب للتويت واضح ليش فادي صبيح أول شي هو من نفس الجيل تقريبا نمكان نفس العمر أنوياء أو أكبر أو أصغر ونحن حابين يكون فيه حدا من دم الشباب اللي هو موجود دائما بيناتنا بيعرف همومنا بيعرف مشاكلنا حابين يكون فيه تجربة حقيقة مع ناس جدد لأنه مرأة كتير طويل وقت طويل والوجوه تتكرر وتعاد فخلينا نشوف الدماء الجديدة ماذا تفعل تماما حلو أنه تفضل خلينا نغير نحن في نفس النافذة ويمكن بعد تغريدتك مبعرفة بوقت قصير أو وقت طويل صار فيه تبعات وصار فيه شن هجوم عليك خلينا نشوف تفاصيله في هذا المقال على نفس النافذة نقيب الفنانين السوريين يعاير كريس بشار بتحصيلها العلمي وأنا أقصد طبعا الفنان زهير رمضان هل يعني وصلتش هذا المقال وكيف تفعلتي معه هلا أنا أكيد ما ردت بنفس الطريقة لأنه لا يعنيني الموضوع إذا الأستاذ زهير فكر أنه أنا لا أمتلك المؤهلات أن يكون موجودة بنقابة الفنانين أو أنا سوف أخترق القانون قانون النقابة اللي هو المفروض يكون أنا حاصلة على شهادة البكالورية الشهادة الثانوية فأنا بحب أقول له للأستاذ زهير أنه أنا آخر شهادة لأنه أنا مقدمة مرتين وحاصلة عليها مرتين أنا بعتذر أنه أنا ما حصلت على الشهادة الجامعية يعني أنه ما كان في الوقت الظرف ما ناسه كنت أتمنى لو كان عندي تحصيل علمي أكتر بس أنا بحب أقول له للأستاذ زهير رمضان أنه لا أنا عندي شهادة بكالوريا على ما أعتقد هي من شويك أننا عم نحكي لتلك بسنة الألفين هي يا ألفين أعطي أعطي نفسك درستها حصلت عليها وأخدتها فأنا كان عندي المؤهلات المشكلة عند الأستاذ زهير هو فهم للتويت غلط أنا بكل هذا العمر لم أسعى ولا مرة أني أنا أكون موجودة بنقابة الفنانين هو اعتبر وكأني أنا أتمنى لو يمنحوني هذه الفرصة ولكن عزرا يا أستاذ زهير أنا لم أسعى وأنا كتير كنت واضحة بالتويت وعبرت أنا بحاجة لحدها مثل فادي صبيح أنه أرجوكم امنحوا الشباب فرص خلينا نشوف الدماء الجديدة شو ممكن نتقدم خلني أعرض شيء تأكيدا لكلامتك وهو نحن حضرنا بدون معرفتك أوكي هذه شهادة المكالوريا لحظة ناد الخاصة بك ناد كارث بشار تأكيد أنها تملك المؤهلات أنها تنظم إلى النقابة صح شو طلعت ألفين أو ألفين وواحد ما بشوف لبعيد أنا ألفين واثنين بعتذر خانتني الزاكرة هالمرة آه بالألفين واثنين بس لا أنا بتعرف شون ده صار شاغل بالي المصدر تبعكم ما يخص كتير أشياء وتفاصيل بالعائلة شكرا ما تحسين كاريس أن دور النقابة عندكم صارت صارت مختلفة بالنقابة بالعادة النقابة تدعم الفنانين ولا تهاجمهم لكن النقابة السورية السنتين الآخرتين يعني صارت كلها مشاكل مع النجوم المسألة ما لا علاقة بأنك تدفع رسم أو ما تدفع رسم المسألة بأن هلأ لما بتشوف هدول الناس اللي كبروا لازم تعرف كيف تحتويهم هاي مسؤوليتك أنت هذا مرجعية المفروض بعمر معين هنالأكيد بكل هذا الوقت اللي هنا فيه أعضاء بالنقابة هنالعم يدفعوا هدول الرسوم لما بيجي محل وما بقى معهم مصاري خلينا نقول وهذا في جزء منهم ما معهم مصاري وللأ في جزء ثاني وعوقبوا لأنهم هنالتأخروا بيدفع الرسوم وفصلوا من نقابة الفنانين فالمفروض للعمالقة اللي ماعد عندهم الامكانية المادية أنه يدفعوا المصاري مفروض كون أنت عم تقدم لهم مساعدات بهذا الوقت عوضا عن أنك تقول هدول فاتوا بسن التقاعد أنا هاي المعلومة كانت بالنسبة للي ساعقة هل يعقل أنه في ممثل بيروح سن التقاعد أنتوني هوبكينز قدي عمره رح يصير يمكن تسعين سنة هل يعقل أنه لازم يقع بالبيت أنه لحظة هي مهنة شو وظيفية كتير كان غريب تصاريح خلال هدول السنتين تصاريح متشنجة تصاريح غير واعية وغير منطقية وأنا أرجو أنه يصير فيه شوي إعادة تفكير بكتير أشياء بكيف أنت عم تتعاطى مع هدول الناس اللي يمتلكوا شو بدي أقول لك الحساسية اللي جدا جدا عالية